الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في غرة شهر رجب على الرأي المشهور في السنة السابعة والخمسين من الهجرة النبوية الشريفة وهذه السنة هي نفسها عمره الشريف لأن الإمام مجموع عمره الشريف سبع وخمسون سنة وأئمتنا ثلاثة على التوالي أعمارهم سبع وخمسون سنة سيد الشهداء سلام الله عليه وزين العابدين عليه السلام وإمامنا الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يعني شهادته كانت سنة مئة وأربعة عشر للهجرة في مثل يوم غد السابع من ذي الحجة مسموماً بسم هشام ابن عبد الملك هنا أود أن أقف على وقفات متفرقة نحاول أن نأخذ منها فائدة ونحن في هذه الذكرى بودي أن نخرج من هكذا مجالس بفائدة ترجى إن شاء الله النقطة الأولى التي أود أن أطرحها في شأن أمه سلام الله عليه أنتم تعلمون وسمعتم مراراً لما يأتي الخطباء ولما تقرؤون في السير لما يوصل الكلام عن الإمام الباقر يقولون هو أول هاشمي من هاشميين علوي من علويين فاطمي من فاطميين باعتبار أن أباه هو زين العابدين عليه السلام وأمه فاطمة فاطمة بنت الإمام الحسن المجد لكن الذي يبدو أن السيدة فاطمة إمرأة غير عادية يعني إحنا عندنا قاعدة عامة أن أمهات المعصومين إلهم شأنهم الخاص هذا بلا شك ولا ريب إذا كان القرآن الكريم يقول لي أن مريم بنت عمران ما صارت أم لعيسى إلا بعدما بذلت ما بذلت من الترقي والرقي في طاعة الله في الكمال في الإنقطاع إلى الله فكيف بأمهات المعصومين اللي بإجماع علماء الشيعة لم أجد منهم أحدا يخالف يقولون أن أئمتنا أعظم من الأنبياء خل النبي محمد صلى الله عليه وآله فلا شك أن أمهات المعصومين عموما اللي هنشئن هن الخاص وحالات هن الخاصة مع رب العالمين الإمام الواحد عنده أكثر من زوجة لكن مو كل وحدة تصير أم المعصوم أم المعصوم تختار بعناية اللي يبدو أن فاطمة بنت الإمام الحسن أيضا هي أرقى من بقية أمهات الأئمة لنصين عندنا نصان يكشفان أن هذه المرأة غير عادية أولا قال عنها حفيدها الإمام الصادق عليه السلام قال صديقة وهذا لقب من؟ لقب الزهراء عليه السلام صديقة لم يدرك في آل الحسن امرأة مثلها هذا واحد النص الثاني هو الإمام الباقر يحكي عن أمه يقول إن أبي زين العابدين سلام الله عليه تصدق يوما عن أمي بمئة درهم وذلك لأنها كانت جالسة في تحت جدار هذا الجدار يكاد أن يسقط كل شيء مهترئ وقمنا نسمع أصوات انهيار الجدار والناس خافت على فاطمة قاعدة مستندة إليه نظرت إليه فاطمة إمامك الباقر يقول نظرت إليه فاطمة قالت لا والله ما أذن الله لك أن تسقط حتى أجوز عنك جمعت أغراضها وقامت ومشت حتى إذا تجاوزته سقط فتصدق زين العابدين عنها بمئة درهم هذا ترى الحتي موحتي عادي هذا وفق النظم الشرعية وفق قواعدنا يعني الرواية المفترة المتفق عليها بين الفريقين عبدي أطعني تكون مثلي أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون والرواية الثانية المروية أيضا في كتب الفريقين ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت أذنه التي يسمع بها عينه التي يبصر بها يده التي يبطش بها إن سألني أعطيته إن دعاني أجبته فاختار الله كما اختار الأئمة واصطفاهم إذن اختار لهم أمهاتهم وعلى رأسهم فاطمة بنت الإمام الحسن سلام الله هذه الملاحظة الملاحظة الثانية إحنا نلاحظ أن لكل إمام لقب وهذه الألقاب موزع عليهم مع أننا لا نلحظ علامات فارقة تفتلي شوية يعني الآن من نقول الإمام علي بن موسى لقبه شنو؟ الرضا الرضا شنو يعني رضا؟ يعني راضم بقضاء الله وقدره وكل الأئمة راضين بقضاء الله وقدره وين العلامة الفارقة؟ لما نيجي نقول الإمام موسى بن جعفر الكاظم شنو يعني كاظم؟ الكاظم من كاظم الغيط خلو كل الأئمة كاظمون للغيط أين العلامة الفارقة؟ ثق واعتقد أن لكل لقب علامة فارقة إما أن يطلعنا عليها أهل البيت وإما أن لا يطلعنا هم من نور واحد كمالاتهم وحدة إذن شنو العلامة الفارقة؟ لازم أكو علامة خارجية ظرف معين مثلا الإمام الجوات صرح قال أبوي لقب الإمام الرضا لقبه الرضا لأنه رضي به المؤالف والمخالف هذه علامة فارقة ما عندنا إمام أذعن له المؤالف والمخالف إلا علي بن مسر لأسباب تذكر في محلها علي بن أبي طالب رضي به المؤالف والمخالف له الحسين سلام الله عليه اللي ما طلعوا إياه إلا نيف وسبعين من رضي به المؤالف والمخالف؟ الرضا سلام الله إذن أحيانا يطلعنا أهل البيت على العلامة الفارقة أحيانا إحنا نكتشفها من خلال الظروف أحيانا ما ندري الإمام الباقر لقبه الباقر إذا كان المعنى هو بقر العلم فالصادق بقر العلم وعلي يقول سلوني قبل أن تفقدوني فإني بطرق السماء أعلم منها بطرق الأرض ما بقر العلم؟ كلهم بقر العلم إذن وين العلامة الفارقة؟ تفتولي إخواني الشيخ المفيد هو يوضح لنا العلامة الفارقة في كتابه الإرشاد لا بين العلامة الفارقة القوية بس قبل أن أذكر كلامه خلي أبين لك شوفوا إخواني بعد شهادة الحسين سلام الله عليه وخذلان الأمة للحسين تقريبا الأمة ماتت روحيا ماتت روحيا واشتد غضب الله سبحانه وتعالى لما خذلت الأمة حسينا فأخر الفرج إلى وقت غير معلوم كما في الرواية فلما ماتت الأمة روحيا يحتاج الأمر إلى موقظ روحيا تطهير تصفية للقلوب تطهير من الذي تكفل بالإيقاظ الروحي؟ زين العابدين علمه مشلون يذكون الدمعة على الحسين علمه مشلون يتضرعون إلى الله علمنا الإمام صحيفة السجادية زبور آل محمد الإمام سلام الله عليه السنين اللي عاشها بعد كربلا ضغط على هذا الجانب إيقاظ روحي إيقاظ روحي على سبيل الإنقطاع إلى الله على سبيل البكاء على الحسين على سبيل الحياة المعنوية الروحية حتى شوية الأمة تجلي عن قلبها هذا الرين اللي عملت على إذكائه بنو أمية إيجادور شنو؟ الإحياء العلمي العقائدي تحصين المعرفين فالذي أطلع الناس على المعارف التي ما كانوا يعلمون بها مو لأنها ما موجودة لا لأن بني أمية طمسوا قلوب الناس وعقولهم اللي أيقظ الأم علميا الإمام الباكر سلام عليكم فكان مناسب أن يطلق عليه هو الباكر كلهم بقروا العلم لكن اللي أطلع الناس على ما كانوا لم يطلعوا عليه المفتاح كان عند الإمام الباكر شوف الشيخ المفيد الآن شنو يقول بعد ما مقدمتي المتواضعة قال وقد روى أبو جعفر الباكر الشيخ المفيد يقول أخبار المبتدأ أصل خلقتنا شلون كانت هو اللي رواها وأخبار الأنبياء الناس سمعت أخبار أنبياء وقصص أنبياء بس من اليهود ما سمعت من أهل البيت إمام الباكر علمه وكتبت عنه العلماء المغازي غزوات رسول الله وآثروا عنه السنن واعتمدوا عليه في مناسك الحج التي رواها عن رسول الله اليوم إحنا حجنا والحجاج اللي راحه والله يجيبهم بالسلامة يحجون ببركة الإمام الباكر هو اللي وصل لنا المناسك وكتبوا عنه تفسير القرآن وروت عنه الخاصة والعامة الأخبار وناظر من كان يأتي إليه من أهل المذاهب حفظ الناس عنه كثيرا من علم العقيدة وصار بالفضل علما لأهله تضرب به الأمثال وتسير بوصفه الآثار والأشهر أتصور هاي الفقرة اللي قال الشيخ المفيد لخصت فما يحتاج الواحد بعد يفصل أكثر هذه النقطة الثانية نقطة الثالثة نجد في منهج الإمام الباكر عليه السلام تربية غير معهودة لشيعته وحرصه على أن يعيش في جو من التآلف والمحبة ونسيان الحجود اللي فيها زوايا حادة من الخلاف أن يتناسوا ذلك وركز على أن يؤدي بعضهم حق بعض هذا نجده جدا جليا في منهج الإمام الباكر عليه السلام مراعاة حقوق الإخوان دعنا نضرب نماذج تبرك رواية رقم واحد يقول الإمام الباكر عليه السلام من امتنع من معونة أخيه شخص أخوي في الإيمان جاءني في قضاء حاجة من امتنع عن معونة أخيه والسعي في حاجته قضيت أو لم تقضى بغض النظر أني أنا توفقت أقضي له أو ما توفقت بس امتنعت ابتلاه الله بالسعي في قضاء حاجة يؤثم عليها ولا يؤجر من قبيل الرواية من قبيل رواية الإمام الباكر الثانية اللي يقول من امتنع عن دفع حق الله وحق رسوله ابتلاه الله بما ينفق فيه ينفق فيه هذا المال ضعفين اجت راس سنتي شفت عندي الأمور الزايدة لازم أطلع مئة دينار خمس قلت لا والله مئة دينار واجد هالسنة ما بدفع ان شاء الله السنة الجاية هذا الامتنع شنو يسوي يخلي سيارتي تخترب وأدفع مئة وخمسين دينار بدل مئة دينار ابني يمرض يحتاج طبيب وسيلانه مغذي ومضاد حيوي وتصكلك مئة دينار من امتنع عن دفع حق الله ابتلاه الله بأن ينفق هذا المال ضعفين من امتنع عن قضاء حاجة أخيه الإمام الباقر يقول ابتلاه الله بأن يقضي حاجة أخرى يؤثم على قضائها حاجة محرمة يضطر إلها اضطراراً ويحصل العقوبة شقد هذا تحذير من عدم أداء حقوق الإخوان إجا واحد اسمه أبو اسماعيل إلى الإمام الباقر قال لسيدي إن الشيعة عندنا كثر عندنا في الديرة ما شاء الله خير وبركة الإمام مطرق برأسه رفع رأسه قال كثر قال نعم قال أيواسي غنيهم فقيرهم قال صراحة لا قال أيزور بعضهم بعضا قال لا قال أيواسي بعضهم بعضا قال لا قال فوالله ليسوا بشيعة زين بالله عليك هذا المنهج الآن اللي يريد الإمام الباقر لما نجي ننظر إلى مجتمع مجتمعاتنا مطبقين اللي يريد أهل البيت بالله عليكم لا تجد إلا النزر اليسير إن شاء الله أنتم منهم من النزر اليسير بعد رواية الأخيرة حتى أن تقلي للنقطة الأخرى الوقت قاعد يمشي بسرعة خيثم الجحفي خيثم الجحفي هم من أصحاب الإمام يقول دخلت على الإمام الباقر عليه السلام جلست؟ فقال يا خيثم أبلغ شيعتنا ما كوش لونك أحوالك اسمع أبلغ شيعتنا وأوصهم بتقوى الله العظيم وأن يعود غنيهم على فقيرهم وقويهم على ضعيفهم وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم وأن يتلاقوا في بيوتهم فإن لقيا بعضهم بعض إحياء لأمرنا تزاوروا واحد يروح يمر على الثاني تخيل إذن طبعا أنا ذكرت لك الشيء البسيط نماذج وإلا الروايات كثيرة اللي تتكلم عن مواساة المؤمنين لبعضهم بعض أن يكونوا لحمة واحدة وأن يتجاوزوا عالم الخلافات وعالم النزاعات فإن الشيطان ينزغ بينهم هذه النقطة الثالثة النقطة الرابعة الإمام الباقر عليه السلام كان يخبر عن الغيب وأنتم تعلمون أيها الأحب وفي مجالس متكررة أكدت على هذه النقطة أن علم الغيب أداة إلهية الله يجعلها أمانة في يد أوليائه ليش؟ ليستخدموها في تثبيت عقائد الناس أما لصالح الشخصي ما يستخدم علم الغيب وليستخدم الولاية التكوينية أنا وأمثالي إذا الله يريد ينطيني ولاية تكوينية أصول وأجور بيها لذلك ما يعطيني لأنني ما أحفظ الأمانة أنا سيارة إذا موظف بالشركة ينطوني سيارة ما أحفظ الأمانة أروح أود بيها المرة للمستشفى وأجيب الأولاد من المدرسة وأروح إلى السوق بيها أريد أن أحفظ أمانة ولاية تكوينية وعلم غيب الله يعرف المن يعطي فيعطي أولياءه لتثبيت عقائد الناس الإمام الباقر عندنا نماذج من استخدامه لعلم الغيب وفي نفس الوقت هو يثبت عقائد الناس ويربي الشيعة أذكر لك نموذجين نموذج الأول أحد أصحاب الإمام الباقر يقول خطر في بالي يوم من الأيام هالسؤال أصحيحون أن أهل البيت يطلعون على أعمالنا شنو الدليل شقد عدنا روايات تقول أعمالنا تعرض عليها قلت خلي أسوي اختبار للإمام الباقر يقول وصلت إلى الباب الغاية تبرر الوسيلة شباب الغاية تبرر الوسيلة ما تبرر الوسيلة لكن هذا علقة عقلاته يقول طرقت الباب خرجت لي جارية عمرها 11-12 سنة يقول فوضعت يدي على يدها يقول بعد ما لمست يدها بعد ما وضعت مددت يدي أريد ألمس وإذا بالإمام يصرخ من داخل الدار أدخل لا أم لك يقول فارتعدت فرائصي قلت سيدي والله ما أردت سوءا ولكن حديث حدثتني به نفسي كيف تعلمون الغيب شلو أن الله أطلعكم قال إن كانت الجدران تحجب أبصارنا كما تحجب الجدران أبصاركم فما الفرق بيننا وبينكم الله أطلعنا الله كشف عنا الحجوب غير أنا عيني ما تخترق الجدار الله خلاها ما تخترق الجدار غير الله حجب عني بإمكان أن يرفع الحجاب عني شلون الله يرفع الحجاب ما يرفع الحجاب إلي والأمثالي لأهل البيت سلام الله عليه فهذا كان سبيل لتقوية عقيدة هذا الرجل رواية الأعظم واحد من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام يقول أنا بالكوفة وكنت أدرس قرآن ففترة من الزمان كانت حرمة تجي تدرس عندي قرآن أقرئها القرآن فيوم من الأيام ما زحتها ما زحتها وضحكنا هذا اللي يستهين به الكثير إمام أمير المؤمنين يقول من فاكه إمرأة لا تحل له حرم الله عليه ريح الجنة شنو يعني فاكهة بعض الناس حشاك ما يصير دم خفيف إلا إذا أكو إمرأة يصيرها النوبة بالبالة ينكت يصير خفيف طينة لأجل أن يضحك هم يضحك هو وهم يضحك اللي حوالي من فاكه يعني ما زح إمرأة لا تحل له حرم الله عليه ريح الجنة يقول أنا بعد إجاء الموسم ورحت للمدينة ودخلت أسلم على الإمام الباقر فرأيت وجهه متألما جلست قال بأي شيء ما زحت المرأة ذلك اليوم أطرقت برأسي قلت سيدي لا أعود لمثلها قال إياك أن تعود لمثلها استغفر الله إنما شيعتنا من اتقى الله في الخلوات فهو يعلم الغيب واستخدم غيبه لتربية الشيعة وتثبيت عقائده الدور الأخير بعد المشى الوقت الدور الأخير أكتفي دوره في جمع الناس وتحشيدهم وتحشيدهم حول واقعة الطف عندنا الروايات الكثيرة اللي إمامكم الباقر عليه السلام إمام الباقر كيف علم الشيعة يندبون الحسين يوم عاشوراء يقول فليندبوا الحسين وليجتمعوا في البيوت ويتبادلوا البكاء والعزاء وليأمروا لأحدكم أبناءه بالبكاء والنياح يوم عاشر أشوف ابني يضحك أسجر ماكو ضحك اليوم وليتلاقى بعضكم بعضا بتعظيم الأجر هذا كل الإمام الباقر قال هذا في يوم عاشوراء وأما زيارة الحسين سلام الله عليه قال مروا شيعتنا زيارة قبر الحسين فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن ومؤمنة الله لا يحرمنا من زيارة الحسين هنيا للزوار اللي رايحين وأما الشعراء الذين كانوا ينظمون الشعر في الحسين يقول للكوميت يا كوميت ما زلت مؤيدا بروح القدس ما ذببت عن أهل البيت ما زلت مؤمنة بروح القدس ما زلت مؤمنة بروح القدس ما زلت مؤمنة بروح القدس